وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في خان الأحمر الذي بات حديث الأخبار بعد ثلاثة أشهر من الصمود في وجه قرارات الاحتلال التي قضت بهدمه وإخلاء سكانه أصبح الصمود الفلسطيني يؤكد بأن هذا التجمع خط أحمر ومع تسليم السكان هنا قرار نهائي يأمرهم بهدم منازلهم بأيديهم ظهر أمس الأحد بات طلاب مدرسة الإطارات البسيطة هناك مهددين في مستقبلهم دون منازل ودون مستقبل دراسي من مدرسة الخان الأحمر ينضم إلينا مراسل رؤية من فلسطين حافظ أبو صبرى صباح الخير حافظ الكلمة لك صباح الخير صباح الخير لين نعم بالفعل نحن الآن في مدرسة الخان الأحمر هذه المدرسة التي تخدم بالإضافة إلى تجمع الخان الأحمر البدوي أربع تجمعات بدوية أخرى محيطة ومجاورة لهذا التجمع يعني عدد من الطلبة يأتون لمسافات طويلة وطرق واعرة لكي يتلقوا دروسهم هنا لكن ظهر أمس تسلمت مديرة المدرسة إختارا يفيد بأن الاحتلال يأمر السكان بهدم هذه المدرسة بأيديهم بالإضافة إلى منازل السكان هذا التجمع يسكن فيه 300 بدوي فلسطيني من أبناء تجمعات البدوية واليوم سنجري جولة في المدرسة أولا ومن ثم سننطلق إلى الصورة العامة إلى تجمع الخان الأحمر البدوي في البداية دعونا نلتقي بالسيدة حليمة زحايكة وهي مديرة هذه المدرسة سيدة حليمة صباح الخير دعينا نتجول في المدرسة بداية ونتحدث عن مدرسة الخان الأحمر هذه المدرسة البسيطة مبنية من إطارات السيارات أو من عجال الكوشوك يعني هي كانت أول الأماكن المهددة والتي طلبت صدات الاحتلال طلبت بهدمها يعني هذه المدرسة كم طالب يوجد فيها ويعني ما تأثير أن تهدم المدرسة ولكم أن تتخيلوا مشاهدين أن هؤلاء الطلبة يأخذون دروسهم ويعني يخضعون لحصص الدراسية وهم يعلمون بأن المدرسة خلال أسبوع لن تكون موجودة إن قامت سلطات الاحتلال بتنفيذ قراراتها كم عدد طلاب المدرسة سيدة حليمة؟ 165 طالب وطالبة من الصف التمهيدي حتى الصف العاشر الأساسي سيدة حليمة يعني ما تأثير أن تهدم هذه المدرسة خلال الأيام الستة القادمة معنا اليوم هو اليوم السابع هي المدرسة الوحيدة التي تخدم خمس تجمعات بدوية محيطة فينا لسمح الله في حالة أنه تم هدم هذه المدرسة سينعدم التعليم ستنتشر الأمية بشكل كبير جدا سيخسر الأطفال أبسط حق وهو حقهم في التعليم سيصبحون ينتشرون في الجبال دون مأوى دون تعليم دون أي شيء يلم هؤلاء الأطفال الصغار يعني علما بأن هذه المدرسة أيضا يوجد طالبات من التجمعات البدوية ويمكن المرأة الأولى التي يستطيع فيها الطالبات من البدو أن يخضعوا لدروس لحصص مدرسية وينتقلوا من صف إلى آخر كما أقرانهم من طلبة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية هذا سيؤثر أيضا على الإناث في تجمعات البدوية نعم على الرغم من إمكانيات المدرسة البسيطة إلا أن خمس تجمعات بدوية تتلقى حقها بشكل كامل في التعليم في هذه المدرسة وخاصة الإناث لأن الأهالي لا يبعثوهم إلى أماكن بعيدة بسبب خطورة الوضع وبسبب صعوبة المواصلات للذهاب إلى المدن أو القرى المجاورة شكرا سيدة حليمة وسنكمل الجولة هنا في المدرسة نستطيع مع الزميل وسام الحجوج مصورنا هنا بأن نستعرض بعض الحصص الطلابية هنا يعني صفوف بسيطة جدا مبنية من الأعواض القصب ويعني لو دخلت الكاميرا إلى داخل هذا الصف مثلا مبنية من أعواض القصب ومن الزينكو ومن العجال وإطارات السيارات هذه المدرسة بنية قبل أربعة سنوات ويعني بمنح من الدول الأوروبية وكانت دول بالاتحاد الأوروبي طالبت سلطات الاحتلال بعدم هدم الخان الأحمر بشكل عام وأيضا مدرسة الخان الأحمر بشكل خاص هنا أيضا يافطات معلقة في ساحة المدرسة هذه الساحة البسيطة المفروشة بالإنجيل ويعني نستطيع أن نلاحظ الجدار الجدران هنا المقصورة فوق إطارات السيارات لهذه المدرسة البسيطة خمس إلى ست صفوف هنا غرفة المعلمات أيضا وهنا غرفة الإدارة هذه اليافطات علقها طلاب فلسطينيون قدموا من مختلف أنحاء الضفة الغربية من مدارس في مدن فلسطينية وقرى فلسطينية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين هنا في الضفة وأيضا في القدس العاصمة أعلنوا تضامنهم ومساندتهم لأقرانهم من طلاب مدرسة الخان الأحمر المعرضة للهدم ويعني ليس فقط المدرسة المعرضة للهدم وأيضا منازل السكان وحظائر الأغنام ونحن نعلم بأن البدو يعملون في الراعي وفي الزراعة وأيضا رغم الحياة البسيطة التي يعيشونها هنا المياه مقطوعة عنهم الاحتلال يتحكم بمواسير المياه التي تدفق إلى القرية ويعني يقوم بقطعها وقت ما شاء وأيضا الكهرباء غير موجودة في هذه المدرسة هي مقاومة الجدار والاستيطان ومنذ ثلاثة أشهر تقوم بتزويد المدرسة بمولدات كهربائية تعمل بالسولار يعني سننتقل إلى الخارج إلى تجمع الخان الأحمر ويعني نستعرض لكم هذا التجمع المستوطنات المحيطة فيه وأيضا يعني ما يتعرض له السكان هنا سكان التجمع قبل ستة أيام من انتهاء مهلة الاحتلال التي طالبهم فيها بهدم منازلهم بأيديهم وهذا مستغرب جدا يعني كيف تريد من إنسان طبيعي بالغ راشد عاقل أن يهدم منزل العمر هذا الذي قضى فيه حياته كلها ويعني له من الذكريات ما لا يستطيع نسيانه أن يهدم منزله بيده هذه الصيغة تستخدمها سلطات الاحتلال في مدينة القدس وبدأت باستخدامها هنا في تجمع الخان الأحمر لربما هي نوع من إذلال الفلسطيني وإجباره على وقف صموده في وجه بطش الاحتلال وعن جهيته ويعني هذه الجرائم المتكررة التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني المقدسي بشكل خاص والبدو الفلسطينيين بشكل عام هناك 6 ألاف بدوي يسكنون 46 تجمع بدوي فلسطيني هنا في صحراء القدس المحتلة وهناك مخطط يسمى E1 أو 2020 تنوي سلطات الاحتلال الانتهاء منه عام 2020 لتأسيس ما تسميه بالقدس الكبرى القدس الكبرى هي عاصمة ما يسمى بدولة إسرائيل التي يعني يخطط لها الاحتلال على مر الزمن منذ إنشاء هذا الكيان الصهيوني على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 48 أو ما قبل ذلك من مؤتمر الحركة الصهيونية في بازل عام 1897 يعني نحن ذاهبون لاستعراض الخان الأحمر وما يحيط به من مستوطنة آدم وما عليه أدوميم المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين وإخلاء الخان الأحمر هنا يعني منع السكان الفلسطينيين من التواجد في أراضيهم وإجبارهم على تركها إلى مناطق أخرى يعني قامت سلطات الاحتلال بتحديدها بالقرب من منطقة أبوديس التابعة لمدينة القدس المحتلة يعني في الأعلى نستطيع مشاهدة مستوطنة آدم القريبة من المكان والتي يقوم مستوطنوها بحركات استفزازية وممارسات استفزازية للسكان الفلسطينيين من البدو هنا في تجمع الخان الأحمر هناك أكثر من ثلاثين عائلة مهددة بالتهجير وهذا التهجير وإن حصل بعد ستة أيام سيكون هو أول تهجير بعد النكسة الفلسطينية عام 67 وهذا لم يحدث منذ ذاك الحين منذ هجرة الفلسطينيين قصرا من راضهم عام 48 وعام 67 على يد العصابات الصيونية هذا كل ما لدينا لين هنا في تجمع الخان الأحمر البدوي بعد أن استعرضنا لكم المدرسة البسيطة التي أدرس فيها طلاب وسكان طلبة التجمع وتجمعات البدوية المحيطة وأيضا استعرضنا أحوال التجمع قبل ستة أيام من انتهاء مهلة الاحتلال للسكان بهدم منازلهم البسيطة هذه ومنشآتهم السكنية وحضائر الأغنام بأيديهم عودة لك الزميل حافظ أبو صبرة كان معنا في بت حي ومباشر من خان الأحمر من فلسطين المحتلة شكرا جزيلا لك على هذا الشرح الوافي لما يحصل هناك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر